براحب بدايفي اللي موجود معنا في الستوديو الكاتب والسيناريست أحمد عصمان ازايك يا أحمد؟ أهلا بيك النورة الدين يا فنان نورنا أهلا بيك بص بقى يا أحمد أنا هنجيب لك على طول مضام للآخر على طول يلا بيك أيوة جوني إيه ما نضيعش الوقت يعني دلوقتي كل اتنين بقيت موضة كده اللي لازم يحط الشروط في الأول تعال يا بنت الناس تعال يا بني الناس أنا هقول لك إيه الحاجات اللي مضايقاني الحاجات اللي ما يفعش تعملها بعد الجواز وهو نفس الحكاية بس هو في البداية كده قبل ما ندخل في المشاكل هم بينسوا أهم نقطة اللي هي المواد ده والرحم إن إحنا نتفق مع بعض إن إحنا نراعي ربنا في بعض أنا ما شفتش بني آدم وهلحد يقول لي أنا عايزك تراعي ربنا فيه يعني بلاقي واحد اتنين تلاتة هتعمل لي هتسويلي بصي هو الوضوح حلو يعني إنه هو يعني إنه بقى فيه تفاصيل أو خلينا أقول إنه كل واحد يكشف عن نفسه للآخر ويقول هو بيحب إيه ما بيحبش إيه ده مقبول بل بالعكس هو ده اللي مفروض يتعمل لإن الناحية التانية إذا أدر ستوري ده بيقوله إن الناس اللي بتخبي الكثير من طباحها أو الحاجات اللي مفروض أي اتنين سنائية أو أي اتنين بيكملوا في حياتهم ويكونوا عارفينها عن بعض منها الوضع الاجتماعي الوضع المادي فيه تفاصيل جداً كتير مننا بيخبيها على الألف الأول إنت كراجل شايف إنه إحنا ما ينفعش نخبي لازم نحط حاجة تنمش عليها لا بصي هي الفرق بقى في حتة الشروط هي دي اللي ممكن تكون قاسية شوية هو زي ما يقوله العقد شويات المتعقدين بس ده زي ما انت قلت ده مش في علاقة أسرية لأن المواد والرحمة زي ما حالك تفضلت قلت أهم بكتير من عقود شروط البزنس اللي احنا ممكن نتكلم فيها مع بعض لكن تاني اللي بقولك عليه اللي حصل اللي خلي الناس تؤدي إلى أن احنا نتكلم في الشروط هو أن احنا كتير بقينا مش عارفين حاجات كتير عن بعض